السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامنين يا شباب. رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي ننفذ توصية على اي منصة. توصية طبعا ازبط عملات رقمية او كريبتو. ازاي نقرأ توصية? ازاي نحط ازاي نعمل طلب حدي? ازاي نشتري بسعر السوق? ازاي نعمل كل حاجة في التوصية? وازاي نشرح اوامر البيع والشراء كلها للمبتدئين بالتفصيل من اول البداية للنهاية ان شاء الله. فركز معايا جدا 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 وما تفوتش اي لحزة في الفيديو. طبعا انا روحت على قناتنا على التليجرام كريبتو ورلت قناة مجانية للتوصيات المجانية ان شاء الله. ومنروح نبص على التوصية اللي قدامنا ولتكن توصية اكس ار بي. التوصية زي ما انت شايف من فوق كده بيبقى مكتوب فيها اسم العملة. اصاد اليو اس دي تي. فانت بتروح تبحس في المنصة وده هنوره لك دلوقتي باسم العملة دي. بعد كده بيقول لك لونج زبط. بتختار طبعا من المنصة برضو كلمة زبط. بعد كده بتلاقي كلمة او هتلاقيها عندك او في ناس تانية بتكتب التوصية. سعر الشراء. سعر الدخول. اه باي الكلام ده كله. خلاص? هنا كتب لك بلو زيرو تسعة ستة. ممكن هتلاقيها مكتوبة بتوين. اه لس. اه انضر. الكلام ده كله. ده بيبقى سعر دخولك للتوصية. او سعر دخولك وسعر شراء العملة. وتنفيذ التوصية على السعر ده. بعد كده بتلاقي حاجة اسمها الاهداف. او تارجت او تيج بروفت او تي بي. ده بيبقى الاهداف اللي انت حتبيع عندها. لما بيتوصل لاهداف معينة. العملة انت بتبيع عشان تحقق المكسب ده. فانت بتحدد بقى هدفك الاول هدفك التاني وتبيع هدفك التالت وتبيع وهكزا. بعد كده كلمة يعني واقف اخسارة. هتلاقيها مكتوبة او او هتلاقي حد كتبها لك امر واقف اخسارة. ده بيبقى العملة ارتدت عن سعر التوصية اللي دخلت بيه قلت عن السعر ده. فانت مش عاوز تخسر اكتر من كده. فبتعمل امر واقف اخسارة. فبيبيع عندها العملة. خلاص. ده امر ده كده التوصية احنا قرناها بشكل كامل. تعال نروح بقى ازاي ننفزها وازاي نشرح اوامر البيع والشراء على المنصة. طبعا بتكون وسقت المنصة. وطبعا بتكون عملت اداع. وده حيكون ان شاء الله هسيب لك فيديو في الوصف ازاي توسق وازاي تعمل اداع. طبعا المنصة بتبقى بالشكل كده قدامك. بتروح على كلمة التداولات او التداول او تريد لو كانت عندك بالانجليزي. هنا بنروح في الجنب هنا منبحث عن اسم العملة. بالضبط كده. طلعت لك اهي. اكس ار بي. زي ما قلت لك في التوصية اكس ار بي يو اس دي تي. واختار. خلاص. كده انا اخترت. هنا شراء بتبقى بالاخدر. بيع احمر. تمام? هنا عندك هنا الاوامر اهي. طلب حدي. طلب السوق. ايقاف الحد. طلب يلغي الاخر. ده اهم حاجة هنعرفها النهاردة. طلب حدي. طلب السوق. ايقاف الحد. طلب يلغي الاخر. لو بالانجليزي عندك هتلاقيها الاولى اللي هي طلب حدي. طلب السوق هتلاقيها بمعنى ماركت. ايقاف الحد اللي هو ستوب ليمت. طلب يلغي الاخر اللي هو او سي او. فليكن الطلب حدي واحدة واحدة نجيبه. طلب حدي معناه ان انا اللي بحدد سعر الدخول بدي للمنصة امر لما سعر العملة يوصل عند السعر ده اشتريلي. يعني انا كده دلوقتي سعر العملة زي ما انت شايف قدامي زيرو تسعة اتنين. فانا زيرو تسعة زيرو. تمام? لما سعر العملة يوصل لزيرو تسعين اشتريلي منها. طيب هنا طبعا بحط الكمية باليو اس دي اللي معي. اللي هي بالدولار. هنا بتبقى فوق هنا الكمية بعدد العملة. مبلغ اكس ار بي. لو انا عاوز عشرين عملة بكتب عشرين عملة. لكن الاغلبية طبعا بيبقى بالدولار افضل بتكتب الكمية اللي انت عاوز تشتري منها العملة. اللي هي مية دولار. وبتضغط طلب شراء. طبعا انا مش معايا رصيد. خلاص? اول ما بتضغط طلب شراء بينزلك هنا طلب معلق. اول ما سعر العملة يوصل لزيرو بوينت تسعة زيرو. هيشتريلي او المنصة هتشتريلي. خلاص ده طلب الحدي. تعروح لطلب السوق. طلب السوق ما فهوش بقى ان انت تحط سعر او ماركت عندك. ده على طول انت بتشتري فوري بدون ولا بينزلك طلب بتحت على طول العملة بتلاقيها عندك في المحفظة. المحفظة في الجنب هي هتلاقيها نزلت لك في المحفظة. اول ما تشتريها على طول. خلاص? ده طلب السوق او الماركت. بعد كده منروح على اقاف الحد. اقاف الحد اللي هو بيبقى الستوب لوز. طبعا بيبقى امر بيع. امر بيع. خلاص? بروح اقول له. اقاف الحد والله انا زيرو تسعة اتنين على حسب التوصية مسلا انا هدي مثال كده زيرو بوينت تمانين. وبروح هنا خليها زيرو بوينت تسعة سبعة تسعة. خلاص? وهنا بحط المبلغ زي ما قلنا لو بل اكس ار بي بحط بالاكس ار بي. هنا باليو اس دي تي. باليو اس دي. فانا معي المبلغ مئية دولار اللي انا حطيته. بقول له هنا لما سعر العملة يوصل لزيرو بوينت تمانين. اه بيعلي او اعمل لي اوردر وبيع عند زيرو بوينت سبعة تسعة. ده هو اقاف الحد ان انت بتحط الاوردر كده. بعد كده الطلب يلغي الاخر. طلب يلغي الاخر بتحط هنا بقى بيبقى جامع ما بين الليمت اوردر اللي هو طلب حدي وجامع ما بين الستوب لوز او الستوب ليمت. بيجمع الامرين مع بعض. فنقدر هنا احط وحدد الهدف بتاع التوصية. هدف من اهداف التوصية لما بتتحقق ولا يكون الهدف التاني. مثلا زيرو بوينت تسعة تمانية. وهنا حط اللي انا كنت حطيته في اللي فات ده زيرو بوينت تمانين. زيرو بوينت سبعة تسعة. واحط هنا الاجمالي مية دولار او هنا فوق الكمية واعمل له بيع. كده هيعمل لي امرين مع بعض لو سعر العملة وصل لزيرو تسعة تمانية فحيبدأ يبيعلي. ولو وصل لزيرو بوينت تمانين هيبدأ يبيعلي. خلاص يبا انا حطيت هدف وحطيت وقف خسارة في نفس الوقت. ده كده انا شرحت لك الطلبات. تب تعالى بقى نروح ننفذ التوصية بشكل كامل ونشوف الكلام اللي احنا قلناه. هنا بيقول لك التوصية سعر الدخول عندي كام زيرو بوينت تسعة ستة. فانا طبعا هروح انا لاقي كده سعر الدخول عندي اقل اصلا يعني ده وقت مناسب للدخول. فانا على طول مش هعمل طلب حدي. هروح على طول طلب السوق واعمل اجمالي او اعمل مية في المية واكتب الرقم اللي انا عواز اشتري به من رصيدي مية دولار قلنا. وروح هعمل بيع على طول. خلاص انا مش معايا رصيد. فانت على طول هتشتري. كده يبقى انت عملت اول خطوة في التوصية اشتريت. تمام? تمام. بعد كده بيقول لي حقق اهداف. او ان انا عاوز اعمل الاهداف. فانا هروح اعمل حاجة اسمها. هنجيب بقى طلب يلغي الاخر عشان يجمع التوصية هروح كده كاتب له زيرو واحد او واحد بوينت واحد تلاتة اللي هو واحد دولار و تلاتة عشر سنت اللي هو تارجت او الهدف التالت فاروح كاتبه له اين او طلب يلغي الاخر واحد بوينت و تلاتة عشر واحد بوينت تلاتة عشر ده السعر البيع لما يوصل عند الهدف ده حيبيع لي عند واحد بوينت تلاتة عشر اقاف اللي هو قلنا ايه ستو بلوز كاتب لي كام زيرو صفر تمانية زيرو زيرو بوينت تمانين قلنا هنا واحد تلاتة عشر اقاف حد او وقف اخسارة عند زيرو بوينت تمانين وخليه تحت هنا زيرو بوينت زيرو بوينت تسعة وسبعين هنا بقوله بيع عند واحد بوينت تلاتة الهدف ده ما يتحقق ولو حصل خسارة هتبيع لي عند زيرو بوينت تمانين وزيرو بوينت تسعة وسبعين المجال ما بينهم الاتنين وهنا بحط المبلغ بتاعي بالدولار بيع لي مية دولار او على حسب خروجك انت ممكن تعمل خمسين في المية على من الكمية او خمسة وسبعين في المية او مية في المية ده لو انت اه عاوز تخرج اه على مراحل او تبيع على مراحل بمعنى ان انت توصل الهدف التاني تبيع خمسين في المية توصل للهدف التالت تبيع عشرين في المية توصل للهدف الرابع تبيع عشر في المية وهكذا لحد ما يتحقق الاهداف كلها خلاص كده احنا خلصنا كل الطلبات طيب ازاي بقى بيقولك حد ارفع ستوبلوز وامن اربع حق طيب انا هرفع الستوبلوز ازاي طيب هرفع الستوبلوز بمعنى لما التوصية تحقق الهدف الاول لما التوصية هنا عندنا 0.99 الهدف الاول بتاعها اروح ارفع الستوبلوز لو احنا فاكرين انا حطت الستوبلوز 0.80 خلاص هيكون الستوبلوز بتاعي عند سعر الدخول اول ما بتحقق الهدف الاول انقل من 0.80 اخليها 0.96 تبقى هنا 0.96 0.96 خلاص كده انا امنت وحطيت سعر الستوبلوز لما تحقق الهدف الاول عند سعر الدخول طيب اتحقق الهدف التاني اروح رفع الستوبلوز عند سعر الهدف الاول اللي هو 0.99 اروح كاتب هنا الستوبلوز 0.99 وهكذا رفع عند الهدف التالت وحقق الهدف التالت يبقى الستوبلوز بتاعي كده انا بأمن ارباحي واجي حاطت 0.10 او 1.05 وهكذا لحد كده انا امنت ارباحي لو حصل ارتداد في السعر او حاجة فانا هطلع كسبان مش هطلع خسران كده حاجة اسمها رفع الستوبلوز او تأمين الارباح كده احنا نعتبر عملنا التوصية بشكل كامل بتفصيل ممل من الاول للنهاية اشتركوا في القناة